السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالنص الوظيفي الأول المخصص للوحدة الثانية الأسبوع الأول دائما من الوحدة الثانية مرجع واحة الكلمات العربية للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي لذلك سنبدأ بالفقرة الأولى فقرة أتهيأ للقراءة أذكر النوادية الثقافية التي يمكن إنشاؤها في مدرستي إذن من بين النوادية الثقافية التي يمكن إنشاؤها في مدرستي هي نادي القراءة، نادي المسرح، نادي الفنون، تشكيلية إذن هذه النوادية يمكن إنشاؤها وتعتبر نوادية الثقافية ألاحظ وأتوقع أتأمل الصورة ثم أتوقع موضوع النص لاحظوا مع الصورة إذن فهي للطفلين يقرآني قصصا وكتبا إذن فلا يمكن أن يتحدث النص عن القراءة إذن لاحظوا مع الجواب إذن توضح الصورة طفلين يقرآني قصصا وعلاقة بعنوان النص الكنز العظيم أتوقع أن يتحدث النص عن القراءة باعتبارها كنزا كبيرا إذن الآن سنقرأ النص بعد ذلك سنمر للإجابة عن الأسئلة المرفقة للنص إذن تابعوا معي النص الكنز العظيم أذكر أننا كنا نعيش في مدينة ساحلية وكان جزءا من طربيتنا أن نقرأ في كل أسبوع كتابا أي أننا نقرأ أكثر من خمسين كتابا في العام لقد فرض أبي هذا القانون وشارك في فرده صاحب مكتبة في سوق المدينة اسمه إبراهيم كان يقوم بإيصال الكتب إلى المنازل راكبا على دراجة نارية كنا نعرف الموعد الذي يأتي فيه لا يطرق الباب وإنما يلقي بالكتاب المغلف في ظرف سميك من أعلى الحائط ويمضي فنتسابق جميعا لنفوز بذلك الكنز ويا له من كنز عظيم كنا حين نراه فوق دراجته نصيح قائلين نريد قصصا وكتبا يا إبراهيم وكان يسعد بذلك كثيرا وعن طريق هذه الخدمة الفريدة قرأنا في سن مبكرة كتبا كثيرة وحين كبرنا قليلا وأغلق إبراهيم مكتبته وأقلع عن الحضور لم نقلع نحن عن القراءة أبدا كنا نبحث عن بدائلة فعثرنا بالفعل على مكتبات وكتب متنوعة ولم ننسى لإبراهيم فضله فقد بقينا نذكره على الدوان ليست القراءة إذا عادة أو هواية وإنما هي تربية خالصة نتربى عليها منذ الصغر فتصبح جزءا من تكويننا الروحي إنها ليست كالهواية التي يمكن الإقلاع عنها يوما ما ولا العادة التي ربما نضطر لتركها هي أعمق من ذلك كثيرا لا أتفق مع الذين يقولون بأن التكنولوجيا الحديثة بكل ما قدمت من طرف وتسلية هي التي أبعدتنا عن القراءة بأن أوجدت لنا بدائلة جذابة ذلك أن الشعوب التي اخترعت التكنولوجيا لا تزال تقرأ بشغف كل ما يصدر من كتب الذي حدث أننا لم نخترع لأبنائنا صاحب مكتبة مثل إبراهيم يأتي بالكتب إلى البيوت ويدرك الأطفال يتنافسون على قراءتها إذن هذا هو النص الذي يتحدث عن أهمية القراءة باعتبارها تربية خالصة يجب أن نربي أطفالنا على القراءة إذن أفهم وأحلل سؤال أول أشرح الكلمات التالية باستعمال القاموس فرض أقلع جذابة إذن بالنسبة لكلمة فرض يعني أوجب وألزم يعني مثلا فرض الله الصلاة إذن أوجب الصلاة وألزمنا بالصلاة أقلع يعني أكف عن شيء ما مثلا أقلع عن التدخين يعني أكف عن التدخين أو أترك التدخين أو أتوقف عن التدخين أو أمتنع إذن جميع هذه المفردات هي تشرح الكلمة أقلع جذابة جذابة تجذب الأنظار والانتباه إذن الآن سنمر إلى السؤال الثاني أنشئ خريطة كلمة نعرف إذن خريطة كلمة نعرف إذن أولا نوع الكلمة فعل مرادفها نعلم وضدها نجهل وتركيبها في جملة مفيدة أقترح عليكم الجملة نعرف أهمية القراءة إذن الآن نمر إلى السؤال الثالث أعيد قراءة في قراءة النص لأحدد المعلومة المناسبة تعلق الكاتب بالقراءة بفضل والده إبراهيم أو والده وإبراهيم إذن بطبيعة الحال جواب صحيح هو والده وإبراهيم لماذا؟ لأن والده فرض قراءة الكتب وفرض على أطفاله أن يقرأوا كتابا كل أسبوع وكذلك هذا الشخص صاحب المكتب إبراهيم كان له دور كذلك في تعلق الكاتب بالقراءة داوم الكاتب على قراءة الكتب رغم ماذا؟ رغم سفر إبراهيم أو إغلاق إبراهيم لمكتبته أو موت والده إذن جاء في النص بأنه رغم إغلاق إبراهيم لمكتبته فقد داوم هذا الكاتب على القراءة يرى الكاتب أن القراءة عادة أو تربية أو هواية إذن فهو يرى بأنها تربية خالصة نتربى عليها منذ الصغر إذن فتصبح جزءا من تكويننا الروحي السؤال الرابع بما علل الكاتب إبتعاد الأطفال عن القراءة بقلة الكتب والمكتبات أو بغياب التربية على القراءة والتشجيع عليها أو بالتسلية التي وفرتها التكنولوجيا إذن علل الكاتب ذلك بغياب التربية على القراءة والتشجيع عليها إذن سؤال موالي أستخرج من الفقرة الثانية بعض الكلمات التي تشكل شبكة المفردات الخاصة بالقراءة إذن من بين الكلمات التي تشكل مفردات خاصة بكلمة القراءة إذن لدينا قصصا وكتبا ولدينا مكتبته ومكتبات إذن جميع هذه المفردات فهي تدخل ضمن المفردات الخاصة بكلمة القراءة سؤال موالي أستخرج من الفقرة الأولى إذن جملتين الأولى سردية يعني يغلب عليها الطابع السردي والثانية وصفية يعني نصف الأشياء إذن بالنسبة للجملة السردية إذن جاء في النص أذكر أننا كنا نعيش في مدينة ساحلية هنا فالكاتب يسرد بينما الجملة الوصفية كان يقوم بإيصال الكتب إلى المنازل كيف؟ راكبا على دراجة نارية إذن فهنا الكاتب يصف يعني الحالة التي كان يقوم فيها هذا الشخص إبراهيم بإيصال الكتب يعني راكبا هنا الجملة هي جملة وصفية السؤال السابع أستخرج من الفقرة الأخيرة حجتين وظفهما الكاتب للدفاع عن رأيه الحجة الأولى تبتل رأي لا يتفق معه إذن بالنسبة للحجة الأولى التي تبتل رأي لا يتفق معه هي قوله هي التي أبعدتنا عن القراءة يعني متحدثا عن الثكنولوجيا الحديثة لماذا؟ لأن بأن أوجدت لنا بداء الجذابة فهو لا يتفق مع هذا الرأي يعني قائلا بأنها هي التي أبعدتنا عن القراءة وبالنسبة للحجة الثانية التي تؤكد رأيه إذن قوله أن الشعوب التي اخترعت التكنولوجيا لا تزال تقرأ وبشغف كل ما يصدر من كتب إذن فهذه هي الحجة التي تؤكد رأيه إذن الآن سنمر إلى أركب وأقوم سؤال أول أقترح عنوانا مناسبا لكل فقرة من فقرات النص إذن سأقترح عليكم العنوين الآتية الفقرة الأولى الفوز بالكرز الفقرة الثانية حب القراءة الفقرة الثالثة القراءة تربية الفقرة الرابعة القراءة والتكنولوجيا السؤال الموالي أبدي رأيي في عنوان النص إذن عنوان النص يصف بدقة القراءة حيث وصفها بالكنز العظيم وفعلا القراءة هي كنز عظيم لا يعرف قيمته إلا من جعلها عادة يومية لا يستغني عنها ويدخل هذه العادة ضمن أنشطته اليومية المعتادة التي يجب أن يقوم بها إذن السؤال الثالث والأخير أتحقق من صحة التوقع الذي افترضته قبل القراءة وأعلل ما توصلت إليه إذن بالنسبة لتوقعي صحة توقعي حول موضوع النص إذن بالنسبة لهذا السؤال ستجيبون صحة توقعي إن كان توقعكم في بداية النص بأن النص سيتحدث عن القراءة وإن قلتم بأنه تحدث عن شيء آخر فهنا ستقولون لم يصح توقعي حول موضوع النص لأن النص سيعالج مسألة كذا وكذا وكذا إذن حسب ما توقعتم في أول النص بالنسبة لنا فنحن قلنا بأن النص سيتحدث عن القراءة وبالفعل فهو يتحدث ويعني موضوعه هو القراءة إذن بهكذا أصدقائي ننهي هذا الفيديو معيدنا إن شاء الله تعالى مع باقي دروس الأسبوع الأول من الوحدة الثانية دائما من نفس المرجع وعلى نفس القناة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر